مرحبا بكم ارجعنا لكم مصفى جديدة ماننا الاشتراك بالقناة شكرا كثير للكم يلا على الوصفة كريمة طازجة 1 كوب 200 جرام نشط ذرة معرق الطعام 20 جرام تحريك المكونات جيد هذه هي الكريمة طازجة درجة الحرارة متوسطة دائما تقليب باستمرار تقريبا أقل من 5 دقائق هذا الجامر العراقي هو سيد المائدة العراقية هدية لاهل العراق هاك أصبح سميك مش لازم يكون سميك زيادة بتل هيك يعني يكون هو كتير لزيز وكتير طيب تقدموه يوم الصباحية للعرسان الجدد بالعراق هادي الوصفة التانية حليب كامل الدسم 1 كوب 200 جرام نشط ذرة معرق الطعام 20 جرام هادي البودرة متوفرة في كل الأسواق عبوة 150 جرام العبوة هالي كل باكيت كل واحد 75 جرام الاثنين 150 جرام يعني اللعبوة 150 جرام كتير طريقة هالي الطيبة اللي ما عنده كريمة طازجة ممكن يستخدم البودرة هدا عملنا بديل في ناس ما يعني غير متوفرة لكريمة طازجة وطلع طيب كتير كتير طيب ولكن ملاحظة في هذا يعني يوجد فيه سكر ولكن طلع كتير طيب هيك أصبح جاهز هيك منتركه يبرد بعدين مندخله التلاجة أقل شي لمدة ساعتين هيك بعد ساعتين نقطعه نعمل أجزاء بالشكل اللي احنا بنحبه طبعا التزين اختيار التزين هذا بكريمة البودرة مع الحليب والتاني الأصفر بالكريمة الطازجة التاني هذا بالكريمة الطازجة الاثنين أطيب من بعض الاثنين التزين طبعا مثل منتو وتحبه العسل مع المربة الفراولة أو أي نوع أو أي طعم أو أي نكهة الفلاكن المجففة المكسرات الشوكولاتة أيس كريم نضيف حليب ونفضل حليب كامل الدسم أو اختياري أو كريمة ممكن نضيف كريمة طازجة خليل من المكسرات فواكي مجففة أي نوع متوفر عنك أختياري مجرد أفكار عسل هو العسل أساسي العسل أساسي ممكن نضيف بدل عسل شوكولاتة نضيف مكسرات وبالشوكولاتة أيس كريم فانيلا نضيف وشوكولاتة وهيك أصبحت جاهز نضيف فواكي نضيف مكسرات وفواكي مجففة أيضا هيك أصبحت جاهزة صحة وآلف عافية وتحياتنا لأهل العراق أهل أهل الحضارة في أمان الله تذرونا بصفة جديدة تمنى الاشتراك بالقناة وإذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة اشتركوا في القناة